ومن عمان مرسلة الغد داما الكردي داما يعني ما هي حقيقة الأوضاع هناك مدارس انتظمت في العملية التعليمية ومدارس أخرى امتنعت حتى المدارس التي انتظمت هناك رفض من قبل بعض المعلمين للطلبة بدخول الفصول الدراسية هل كانت تطلعين على حقيقة الوضع نعم سينار بالتأكيد بعد 17 يوما من الاضراب المتواصل للمعلمين انتظمت اليوم الدراسة في بعض مدارس المملكة والتي تجاوز عددها الألف مدرسة فيما انتظم عدد من الطلاب وبحسب وزارة تربية وتعليم فإن أكثر من 71 ألف طالب انتظموا في الدراسة ولكن هناك بعض المعلمات رفضنا دخول الصفوف وإعطاء الدروس ولكن لم يرفضوا وجود الطلبة في المدارس هناك بعض المدارس انتظمت في الدراسة وخاصة طلبة التوجيهي الذين انتظموا بالدراسة بشكل كامل في بعض المدارس هناك بعض المعلمات أيضا ممن دخلنا الصفوف ولكن رفضنا ولكن هناك بعض الشكاوي من بعض الأهالي تفيد بطرد أبنائهم من المدارس وقابلنا إحدى الطالبات في واحدة من المدارس والتي أكدت بأن المعلمات طلبنا منها مغادرة المدرسة بسبب تمسكهن بالإضراب ما يعني بأن اليوم كان كسرا يعني قد يكون بسيطا ولكن هناك كسرا للإضراب الذي وصلت نسبته إلى مئة بالمئة في مدارس المملكة نحن نتحدث عن معظم المحافظات وخاصة العاصمة عمان حيث أن هناك بعض المديرات اللواتي التزمنا بكتاب مديرية التربية والتعليم وطلبنا معلمات على حساب التعليم الإضافي وذلك بحسب قرار وزير التربية والتعليم بأنه لن يلتزم هل هناك حديث عن خطة الإضراب هل هناك سقف زمني للإضراب تحديد أعلى للمطالب هل من رد فعل حكومي على هذا الأمر المشكلة سينار بأن النقابة تعلن الإضراب مفتوح ومستمر لحين تحقيق مطلبها أو مطالبها وهي اعتذار الحكومة وتشكيل لجنة تحقيق فيما حدث يوم الاعتصام في الخامس من سبتمبر أيضا هناك مطلب آخر وهو الخمسين بالمئة رفضت النقابة التفاوض على هذه النسبة حيث كانت وزارة التربية والتعليم قد منحت أو الحكومة الأردنية بشكل عام منحت 18% زيادة للمعلمين على حساب الرتب ولكن لازالت النقابة تصر على زيادة الخمسين بالمئة والتي كانت مطلبها منذ البداية منذ بداية الإضراب على الرغم من إعلان الحكومة بأنها على استعداد للتفاوض ولكن بشرط كسر الإضراب وعودة المعلمات والمعلمين إلى المدارس وانتظام الطلبة في صفوف الدراسة وهذا سيكون الخطوة الأولى من أجل التفاوض على النسبة المقبلة أو الزيادة المقبلة التي قد تمنحها الحكومة في حال تحسن وضع الاقتصاد الأردني إذن نادامة الكردي من عمان شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة